انطلقت بعملة إقليم مكناس أولى محطات عمليات توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة 15 مستفيداً من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ممن كانوا موضوع برنامج مصالحة هذه المشاريع جاءت للناس لصحول أخطأ ديهم أعترفوا بالخطأ ديهم أعترفوا كيف جاء في البقية ولا أعترفوا عن سيدنا بأنهم وقفوا على العيوب وعلى مكامل الخلال والانحياة في الذي كانوا يشوبوا الأفكار التي يحملونها اليوم تعبوا كمواطنين على رغبة في الاندماج بالنسيج الاجتماعي وتنوعت مجالات المشاريع المدرة للدخل موضوع هذه العملية بتنوع طبيعة تكوين ومؤهلات المسفيدين المهنية منها والحرفية حيث شملت الخدمات والتجارة والبناء والمطعمة والصناعة التقليدية والفلاحة